أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد يحيى أن التنسيقية حريصة على المشاركة في الورش التحضرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة أشدد يحيى عليعة أن المنتدى يتمتع بثقل دولي ويحظى باحتراف الأمم المتحدة مما أعطى لتوصياته ثقلا دولية المنتدى استنادي مختلف لأنه جه بعد فترة من الانقطاع عشان جائحة كورونا فالمنتدى استنادي بيبقى فرصة كويسة لنا مشاركين فيه كتنسيقية شباب حزاب والسياسيين التنسيقية استنادي مشاركة في كذا ورشة كمتحدثين وكمشاركين أنا النهاردة منبارح كنت في ورشة بتتكلم عن تأثير جائحة كورونا على أهداف تنمية المستدامة السبعتاشر حيث زي ما أنت عارف أن جائحة كورونا أثرت على كل الأهداف يمكن المتعلقة بتنمية المستدامة الفقر والجوع والتعليم والصحة قطاع الصحة تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا التعليم تأثر فيه ناس فقدت وظائفها فده أثر عليهم بالسلب فده كان انبارحه النهاردة وإحنا كنسيقية مشاركين في كل الورشة ترجمة نانسي قنقر